مسلسل الحرائق الغامضة يتواصل في إيران ففي حديثة ليست الأولى من نوعها ذكر موقع نور نيوز الإخباري أن حريقا اندلع في قاعدة عسكرية في غرب إيران وضفت الأنباء أن الحريق اندلع في مستودع مليء بزيت المحركات والمواد القابلة للاشتعال في قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمنشاه غربي البلاد ما تسبب في تدمير سقيفة دون وقوع إصابات انتشر التقارير غير مؤكدة على الإنترنت أمس تتحدث عن سماع دوي انفجارات في شمال كرمنشاه وهي محافظة إيرانية استراتيجية تضم مواقع صاروخية وعسكرية كانت المواقع العسكرية والنووية الإيرانية الحساسة هدفا لهجمات في السنوات الماضية واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءها إذن سلسلة انفجارات وحرائق غامضة ضربت مواقع حيوية إيرانية امتدت لسنوات وسط اعترافات نظام الخجولة أو التبريرات غير الواقعية فحريق كرمنشاه الغامض ليس الأول علما أن الإقليم شهد سلسلة تفجيرات في يناير الشهر الماضي هذا الإقليم الحدودي مع العراق يكتسب أهمية قصوى استراتيجية وأيضا عسكرية حيث تتواجد فيه أهم القواعد العسكرية والصاروخية التابعة لقوات الحرس أحدها الموقع الصاروخي الأول في كينشيت كانيون الواقع شمال شرق كرمنشاه غربي إيران وكان في السابق مقرا للواء تسعة بدر العملاء العراقيين التابعين لقوات الحرس موقع آخر هو الموقع الصاروخي بنج بيلي الواقع في كرمنشاه حيث تقع قيادة الصواريخ التابعة لقوات حرس غرب إيران وبحسب تقارير المعارضة الإيرانية فإن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق انطلق من هذين الموقعين الصاروخيين بناء على معلومات جديدة فإن هذين الموقعين الذين يقعان على مقربة من بعضهما البعض على بعد نحو كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات من الآخر على جانبي جبل متصيلا بأنفاق تحت الأرض أحد هذين الموقعين شهدته الشركات الهندسية التابعة لمقر خاتم الأنبياء وتستخدمه قوات الحرس وشهد بعض التغييرات والتوسعات في عام 2020 للحفاظ على المعلومات والتحركات في هذا الموقع يتم استبدال الجنود الذين يحرصون المنطقة الخارجية لهذا الموقع كل شهرين أما موقع كينشيت كانيون فتوجد فيه مدينتان مع سكان عسكريين شبه كامل في الجنوب سكن طبعا لهم تدعى المغاوير والنصر ويقع مطار كرمنشاه على بعد عشرة كيلومترات إلى الجنوب وهو أقرب إلى منشأة إطلاق الصواريخ